النهاردة مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد تسلم النادي تسلم النادي في مشهد تاريخي رائع بصورة تلقيق بنادي الزمالك الصورة دي عشان أبقى أمين معاكم بقلنا سنين ما شفناش في نادي الزمالك بقلنا سنين وتاني وتالت احنا متفائلين بهذا المجلس الصورة حلوة الكلام حلوة التصريحات حلوة كل شيء رائع هل ده ضمان ان هم ينجحوا لو أعلم ما يبقوا محتاجين يشتغلوا ويتعبوا ويكتهدوا جدا عشان النادي فيه مشاكل كثيرة بس الصورة حلوة دي صورة نادي الزمالك اللي حنفهمه اللي احنا نعرفه فده اللي بنشيد به النهاردة كانت صورة رائعة جداهم بيستلموا النادي مش شكل داخلها شكلها محترم كل أعضاء مجلس الإدارة متصورين ونازلة التصور على كل المواقع والوسائل الإعلامية مش بس رئيس النادي يعني مش كابتن حسين لبيب والباقي مش موجود الصورة حلوة على بعضها كانت شكلها حلوة النهاردة وبالمناسبة مجلس دارة نادي الزمالك برقاسة الكابتن حسين لبيب قرر أنه هو يجدد عقد الشيكبالة لمدة موسم آخر الشيكبالة عاده يخلص بنهاية الموسم الحالي والكابتن حسين لبيب ومعه المجلس شايفينه أن الشيكبالة يستحق أو قادر على أنه يلعب موسم كمان مع نادي الزمالك ولو شفناش من الشيكبالة في آخر المباراة أمام سبوحه ومباراة أخرى يعني لا الراجل في عز شبابه راجل ما شاء الله ما شاء الله يعني ما بيكبرش هو الشيكبالة بموهبته الكبيرة بأداءه الرائع بحسمه لكثير من المباراة كل حاجة يعني فآه ينفع يلعب سنة كمان الشيكبالة حتى مع تقدم العمر في الملاعب بس ينفع يلعب سنة كمان ونادي الزمالك قرر هذا الأمر كمفاجأة سرة لجماهي النادي الزمالك يعني بالتأكيد ده فيما يخص الشيكبالة